رح نشوف شهي توقعاتك العاطفية من وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج العقرب ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي نحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او قريبة من طاقتك قبل ما نبلش بالقراءة نسحب كروت توضيحية طبعا خد الاشياء اللي بتفيدك فقط من القراءة يعني ركز على الاشياء اللي ممكن تستفيد منها وترك اي اشي بتحسه سلبي او بتحسه يعني مش مطابق للك لانه قراءة عامة يعني مش رح تنطبك مية في المية فلكن في رسالة ممكن علامة ممكن تفيدك باشي فترك السلبي وخد الايجابي من العلاقة بدنا ناخد ايضا كروت توضيحية من هاتك رح نشوف طاقتك بالاول بعدا طاقت الحبيب الشريك بعدا نشوف مصير العلاقة وخطواتكم في المستقبل وشو رح يزير طيب نبلش بطاقتك بالاول يا برج العقرب نشوف شو فيها عندك بطاقتك عم شوف برج العقرب في عندك مخاوف عم تحس فيها اشي عم تحس فيها بالوقت الحالي ممكن عم تمر بشوي مخاوف يعني في عندك مخاوف داخلية شكوك عم تشك بالشخص اللي عم تتعامل معه في عندك مخاوف لا اساس لها من الصحة من بعض منكم لانه سلف ستتعجعني انت عم تخرب على حالك بالعلاقة وبالتواصل مع هالشخص بالذات من الناحية العاطفية عم شوفك مجروح في عندك three of swords ومجيشن عم شوفك كتير من الناحية العاطفية في عندك ورقة الساحر بس المانفستيشن اللي عم بتقوم فيه او الطاقة اللي عم تجذبها لإلك عم تخرب على حالك ممكن عم تغضي وقت كتير تركز على الاشياء السلبية بحالك وبالعلاقة نبين انه عندي برج العقرب عم تمر بجرح معين في عندك three of swords عم تحس انك مجروح من هالتواصل من هالشخص لجوز ايضا انت حسيت من هالشخص انه فيه فيه طاقة تلاعبية من هالشخص لانه عم شوف انه اغلب مواليد برج العقرب او من الطاقة اللي عندي هون انت كتير مكتئب او عم تقضي وقتك عم تفكر بالاشياء راحت اشياء خسرتها في الماضي اشياء مش رح ترجع عم تفكر كتير بالامور السلبية عم شوفك ايضا البعض منكم اللي مش عم يحكموا هالشخص او منفصلين كتير عم تفكر فيه وعم نشغل وقتك هالشخص كتير عم تسرح يعني بيهالشخص لانه هالامرأة عم تطلع على الكوباية اللي بيدها وعم يعني او عم تسرح كتير بالتواصل بيهالشخص وبيجوز ايضا عم تفكر وتعيد بالتفكير وتزيد بالاشياء اللي بالماضي صارت الاشياء اللي خسرتها عم شوف نظرتك للامور بصراحة نظرتك للامور مع هالشخص مش كتير ايجابية فطاقتك حاليا عم شوف الغلبية منكم عم يمروا بفترة صعبة شوي من النحية العاطفية عم تركز على اشياء سلبية اكتر بالعلاق لانك يعني زعلان لانك مشروح طب انه نشوف طاقة الحبيب او طاقة الشريك عم شوفه في عنده فهالشخص ممكن انت عم تحس انه عم يتجاهلك ببعض الامور او مش عم ينتبه لالك ببعض الامور مش عم يعطي اهتمام للاشارات بينكم او للتفاصيل الصغيرة بينكم ايضا ممكن تكون عم تتعامل مع برج السرطان او برج ناري برج نائي عم شوفه الطاقات اللي عم تطلع عندي برج ابراج ترابية بس بالغالبية بالغالبية الطاقة هون وهون طاقة نارية وطاقة مائية وطاقة هوائية ممكن يكون اي برج تاني عم شوف الشخص الشخص هاد واحد من الاسباب اللي عم مش عم تسمح له انه يتقدم بالعلاقة او بالتواصل بينكم انه هو يمركز كتير على الهدف النهائي او يمركز كتير على الصورة الاكبر لانه ورق التقدم ورق التحرك فممكن هو عم يتحرك بسرعة وعم شوف ايضا طاقته نارية فممكن حركته سريعة ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه شخص متهور او شخص مندفع باتخاذ قراراته ايضا شخص حاد ممكن يعني يعني عم تحس انه هو يحتاج بعض من التعاطف بشكل عام تعاطف بالمشاعر تعاطف بالعلاقة مع بعض هو كتير او هالشخص كتير بيركز على تحقيق اهدافه وطموحاته يعني بيتقدم لتقدم وبطريقه ممكن يجرح اشخاص انت بتحس هيك ايضا هالشخص ممكن يكون انت انضج منه عقليا او فكيا لانه شخص بيتبع يعني اللي بيحس فيه من جوا ما بيكون فيه عنده خطة واضحة مرسومة يمشي عليها ايضا هالشخص من النوع اللي هو اه اذا اشتغل ما فيه عنده الصبر فيه عنده طاقة ولكن فيه عنده صعوبة بتوجيه الطاقة لانه كل ما بيجي اه يعني بيحاول يحط مجهور باشي معين اذا ما عاد عليه النتيجة اللي هو بده اياها بسرعة هالشخص بيميل و بيركز على اشياء صعب انك تجذب تركيز هالشخص او تثبته في مطرح واحد طاقته كتير فلكسبل كتير هوائية كتير نارية يعني بيتحرك كتير بتحسوا بجميع المطارح شوي هون شوي هون شوي هون ما في عنده خط واضح يمشي عليك ايضا عم شوفه مش كتير متحمس لفكرة الحب ممكن يكون هالشخص ايجا لعروض حب وهو عم يفكر باشياء بالماضي او ممكن طبيعة العلاقة بينكم هالشخص مركز كتير على علاقاته اللي فشلت بالماضي ومش عم يركز على اللي بيمر فيه حاليا يعني ممكن هو مش سامح لحاله انه يفكر بطبيعة العلاقة بينكم لانه مركز كتير على الامور اللي صارت بالماضي فدائما كل ما بيفوت بعلاقة جديدة بالمستخدل يعود تفكيره الى الماضي فب يعني اوتوماتيكلي تلقائيا بينغلق عاطفيا باي علاقة جديدة عم شوفه لكن عم شوفك انضج منه فكريا ممكن يكون في بينكم فرق السن ايضا ممكن يكون هالشخص اصغر منك بكبه سنة ايضا طيب شو ممكن واحدة من الاسباب اللي قدت الى الخلل بينكم او كيف ممكن تفهم شو هي المشكلة بينكم اللي حتى تعرف تصلحها اغلبكم هافيت اغلبكم ما في عندكم ايمان او ما في عندكم الثقة الكافية للتواصل بينكم بالطرف الاخر بالشريك الاخر لحتى تسمحوا انه العلاقة تقور الى الامام هم شوف الاغلب منكم في عنده صعوبة انه يثق بالعلاقة مئة بالمئة او يعطيها اهتمامه مئة بالمئة ايضا عم شوف انه اه في شخص بينكم هو متحكم اكتر بالامور او في شخص بيحب السلطة اكتر من الشخص الاخر ها الشخص بيحب هو اللي يكون متحكم للامور واحدة من الاسباب اللي اللي ادت الى الخيال بينكم انه فيه طرف عم يحس انه مظلوم عم يحس انه ما فيه توازن بالاخذ والعطاء عم يحس انه هو اللي عم يطي اه اكتر من الشخص الاخر الطبيعة العلاقة بينكم نارية كتير يعني انتو فيه بينكم اه اه تجاذب كتير عالي ولكن او فيه شخص اه بيحب فرض السيطرة بالعلاقة او بيحب هو اللي يكون متحكم كنترول فيك الشخص اللي عم تتعامل اه معه او فيه طرف بينكم هو كنترول فيك او بيحب التحكم كتير لنشوف خطوتك بالمستقبل فينكس رايزنج عم تشوف فينكس رايزنج هاي الكرت بس توصل الى نقطة الصفر يعني بس توصل الى الحضيد هاي هي المرحلة اللي يعني ما عد فيه عندك ما عد فيه يعني تنزل لتحت اكتر او تخرب عليك الامور اكتر من هيك فهاي هي فينكس رايزنج اللي هي بتطلع انت بتنطلق او امورك تتحسن من بعد مرور فترة عصيبة او عصيرة كتير يعني هاي ممكن الورقة تكون ما بتعادل بالتاروت ما بتعادل الويل او عجلة الحض عجلة المستقبل فهاي هي اللي الشفت اللي راح تصير او الانتقال النقلة اللي راح تصير فعم شوف بالمستقبل خطواتك القادم راح يصير فيها عندك نقلة بالزات من ناحية المشاعر لانه الكرتين هون عندي عم شوفك اكتر بالمستقبل راح تاخد الامور بعفوية اكتر مش راح تكون كتير جدي بالمو بالزات بما يخص العاطفة يعني راح تحاول انك تكون فليكسبل او مرن اكتر عم شوف ايضا فيه اشتياق راح يصير عم بالمستقبل راح تشتاق الى شخص معين او راح تشتاق الى طبيعة التواصل بينك وبين هالشخص عندك بالكروت المستقبل كتير اوراق قبص فرح تكون الامور عندك من الناحية العاطفية راح تتغير كتير ايضا عندك 2 authenticals فرح انت بالمستقبل راح تنحط بالموقف انه لازم توازن بين شغلتين معينات بين شيئين معينين ممكن لازم توفق بين طبيعة هالعلاقة يعني بين الشغل وبين العلاقة في اشي راح تضطر انك تحاول توازن وتوفق بينه نشوف خطوات الحبيب في المستقبل فهالشخص عم شوف اذا هو كان كتير كتوم بالذات بناحية ما انه يعبر عن مشاعه اتجاهه اتجاه العلاقة او يكون صريح بانه يحكي فعلا شو هو اللي بيحس فيه عم شوفه اكتر راح يركز على هالاشي ايضا عنده the Empress Card هالشخصة او هالامرأة امرأة حنونة جدا يعني فيه عندها تعاطف كبير فعم شوف انه هو بفترة الانفصال للمنفصلين لكم متله كأنه راح يراجع اموره لانه ايضا عنده The Hingman The Hingman الطاقة بتكون معلقة والطاقة بتكون واقفة ولكن بيصير متل الدراسة للموضوع او بيصير متل التحليل للموضوع بفهم للفكرة فهالشخص راح يحاول انه بالمستقبل يفهم طبيعة العلاقة اكتر بينكم طبيعة الطاقة بينكم اكتر وايضا همشوفه يعني راح يعمل self reflect او راح يشوف هو وين اخطأ بالعلاقة شو كان دوره بانه صعب العلاقة او صعب التواصل بينكم امشوفه اكتر راح يكون في عنده sympathy او تعاطف مع الموضوع ايضا من الناحية المادية في عنده بدايات جديدة او من ناحية العلاقة بينكم في بداية جديدة هالشخص عمشوف انه هو يفكر بالمستقبل يحط مجهود اعلى ايضا king of cups king of cups هيدا اكتر شخص ناضج او مشاعره العاطفية بتكون ناضج لانه king يعني اعلى مركز او اعلى مستوى فعمشوفه من الناحية العاطفية تقريبا البعض منكم راح يصير فيه التزام جدي بها تلات الكروت راح يصير فيه ارتباط جدي لانه في عندك ten of cups يعني فيه اشي مثل تكوين اسرة مثل هالشخص عم يحلم باسرة معاك عم يحلم بتكوين مستقبل معاك وايضا عندك king of cups يعني هالشخص مشاعره العاطفية راح تنضج اكتر فيه عندك هون الكروت السابقة كروت صغيرة يعني the full card هو اول كرت في بداية رحلة التاروت فعام طاقته الحاليا عم يشوفه الحالية هي طاقة عفوية اكتر طاقة فولية اكتر ولكن بالمستقبل عم يشوف انه هو شخص يعني راح يوصل الى مرحلة من المضوج المضوج العاطفي ايضا هالكرت بيبين انه في عنده بداية معك جديدة وفيها نوع من الاستثمار بشان هيك انا بحكي لك انه ممكن يكون ارتباط جدي لانه عندك اي سوف بينتقلز يعني فيه طاقة ارضية فيها اشي من الاستثمار مجهود بها العلاقة مجهود جدي بها العلاقة يعني هالشخص فكرته معك في المستقبل راح تكون تفكير الى المدى البعيد مش فقط الى المدى القريب او شو اللي عم بيصير حاليا لانه هالشخص هون انا فول كارد ما عنده اي حساب الى المستقبل بيعيش كل يوم بيومه ولكن هون الطاقة في المستقبل عنده هالشخص عمشوف انه هو ناضج اكتر عم يفكر الى المستقبل بالنسبة لمستقبل العلاقة بينكم او طاقة المشتركة بينكم في المستقبل بدك تنتبه انت وهالشخص من انه ما تماطلوا في حل بعض الامور او ما تأجلوا بعض الامور اذا في اشي عم انت عم تحس فيه صارح هالشخص الافضل انه يصير فيه مسارحة بينك وبين هالشخص ايضا البعض منكم اللي عم يتأخر او عم يحاول يتجنب بعض الامور بحل هال هالعلاقة فيه عندك يعني فيه تدخل رح يصير قدري بانه يغير الامور ويغير المسائل بينكم فيه عندك ايضا اكتمال كارما من نوعا ما اكتمال دائرة فرح تفوت انت وهالشخص بمرحلة جديدة او المرحلة القديمة اللي بينكم رح حتسكروا عليها فيه بينكم مرحلة جديدة رح تصير فيه عندك اس اوف قبس وفيه عندك اس اوف وانس فيه عندك بالتأكيد بداية جديدة تقريبا تلتة الوراق الاس اوف كوبس اس اوف وانس بدايات جديدة أيضا عندك 8 of 1s تواصل سريع هون في بينكم رح يصير تواصل سريع للمنفصلين أو للي مش عم يحكوا مع بعض في بداية رح تكون من المحي العاطفية في بينكم رح يكون أيضا passion أو شغف كتير بالعلاقة لأنه عم شوف أغلبكم بمرحلة انفصال مع هالشخص ما كنت عم تحكي معه فالوقت المستقضع اللي أخدته هو اللي سمح لإلك وسبح لإله أنه يفكر بالموضوع يدرس الموضوع صح عم شوف أنه بالمستقبل هالشخص يعني عم نتوصل إلى استنتاج أنه هو بيته بالفعل أنتو تعقدكم بالمستقبل بيتكم بالفعل أنه تكونوا مع بعض في عندك بداية جديدة وفي عندك أيضا تواصل سريع في عندك أيضا تغيرات مفاجأة رح تصير دويل أو فورتين في عندك دورة جديدة رح تصير بحياتك تغيرات مفاجأة أو تغيرات سريعة فما تحاول أنه تبطئ الأمور إذا أنت بمرحلة عم تحس أو إذا هالشخص قدم لإلك عرض عاطفي وإنت عم تحاول أنه يعني تاخد وقتك في حل الأمور أو عم تحاول أنه تماطل في الأمور معا أنك بتعرف شو اللي أنت بتريده أنا بنصحك يعني تتخذ قرار أسرع من هيك فقط إذا أنت بتعرف شو اللي بتريده لأنه عم شوف كرة النصيحة هون بيحكي لك لا تتأخر في حل الأمور لا تتأخر في المسارحة أو بيحيل لكل شخص بيكون الوضع مختلف فهمت علي فأنت بتفهم شو هو الموضوع اللي أنت عم تماطل فيه حاليا وحاول أنك ما تتأخر حاول أنك تاخد خطوة لأنه في عندك بدايات جديدة وفي عندك تواصل سريع بيجوز أنت اللي عم تعرقل هالتواصل بيجوز هالشخص بيده البداية الجديدة وأنت اللي متردد أو عم تتأخر في أخذ القرار أوكي حابا بورج العقرب أتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكيب